اشتركوا في القناة في نفس البريد سوف نقوم بهذه التجربة الآن يعني لدينا قناة ونريد فتح قناة أخرى في نفس البريد الإلكتروني أول شيء تقوم بفعله هو الدخول إلى جوجل كروم تقوم بكتابة تسجيل الدخول إلى اليوتيوب تقوم بالضغط عليه هكذا سوف يأخذك إلى تطبيق اليوتيوب بعدها مباشرة يتم تحويلك إلى المتصفح مرة أخرى بعد أن يتم تحويلك إلى المتصفح مرة أخرى ننتظر فقط قليلا سوف يأخذك إلى هذه الخانة قم بالدخول إلى حسابك على جوجل أو على جيميل الذي تريد فتح به قناة جديدة تقوم باختيار عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد فتح به قناة جديدة بعدها تقوم بالضغط التالي سوف ينقلك إلى أين تقوم بإدخال كلمة السر تقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بك بشكل عادي جدا بعدها تقوم بالضغط على تسجيل الدخول كما ترون جاءتنا رسالة تأكيد نقوم بالضغط على نعم لنتظر فقط قليلا يعني فقط تنتظر ويتم الدخول تلقائي كما ترون فتم الدخول مباشرة إلى هذه الخانة أنت قم بالتوجه مباشرة إلى هذه الخانة هنا قم بالتوجه إلى هذه الخانة قم بالضغط عليها وقم بتحويله إلى سطح المكتب تم التحويل إلى العرض بسطح المكتب بعدها مباشرة توجه إلى الحساب نقوم بالضغط على الحساب فتظهر لك هذه الخانة انظر هنا قم بالضغط على إضافة قانوات وإدارته قم بالضغط هنا سوف ينقلك مباشرة إلى هذه الخانة فكما قلت لكم سابقا لدي قناة يعني كنت أقوم ببعض التجارب عليها نريد إنشاء قناة أخرى في نفس هذا البريد فقط قم بالضغط على هذه الخانة هنا علامة الزائد يعني هكذا إنشاء قناة جديدة بعدها قم بكتابة الاسم الذي تريد لهذه القناة كما ترون لإنشاء قناة جديدة يرجع إنشاء اسم حساب علامة تجاري يعني فقط قم بإدخال اسم حساب علامة تجارية يعني الاسم الذي تريد أن تجعله للقناة سوف نقوم بكتابة على سبيل المثال في قناتنا هذه تجربة هكذا الأرباح هكذا يعني سوف نقوم باختيار هذا الاسم أنت قم باختيار اسمك أو أي اسم تريده نقوم بالضغط نقوم بتعضيل هذه الكلمة هكذا تجربة الأرباح بعدها مباشرة نقوم بالضغط على إنشاء قناة وننتظر قليلا فتم إنشاء هذه القناة كما رأيتم الآن مباشرة يأخذنا إلى نحن ما زلنا في المتصفح بعد أن قمنا بالرجوع ظهر معنا هذا الخطأ يكفي فقط الخروج من المتصفح الخاص بك تقوم بالخروج من المتصفح الخاص بك وتقوم بالعودة من جديد وتقوم بكتابة تسجيل دخول اليوتيوب سوف تظهر معك هذه الخانة انظر هنا يعني في هذه الحالة تم إنشاء الحساب الخاص بك بنجاح كل ما عليك فعله هو إما التوجه إلى تطبيق ستوديو يوتيوب أو تطبيق اليوتيوب وسوف تجد أن القناة تم إنشاؤها بنجاح فقط نقوم بالضغط في هذا المكان نقوم بالضغط في هذه الخانة هنا أو نقوم بالضغط على تسجيل دخول اليوتيوب ينقلنا إلى تطبيق اليوتيوب بعدها مباشرة يتم إعادة توجيهنا إلى المتصفح كذلك من جديد نقوم بالضغط على نفس العملية نقوم بالضغط على سطح المكتب بعدها نقوم باختيار الحساب يعني حتى نتأكد من أن القناة تم إنشاؤها بشكل ناجح تماما كما ترون بعدها مباشرة نقوم بالضغط على إضافة قنوات وإدارتها سوف تجد أن القناة تم إنشاؤها بشكل ناجح تماما قم بالتوجه مباشرة إلى تطبيق اليوتيوب أو تطبيق ستوديو يوتيوب قم بالضغط في هذه الخانة هنا بعدها قم باختيار أو بالضغط في هذه الخانة أو تبديل الحساب نقوم بالضغط هنا بعدها سوف تجد أن القناة تم إنشاؤها بشكل ناجح تماما تم إنشاؤها بشكل ناجح تماما يعني قم بالعمل عليها قم بإضافة لها بعض الأشياء يعني من صورة مصغرة والغلاف كذلك سوف تجد كل شيء قمت بوضعي في هذه القناة التي كنت أقوم عليها في بعض التجارب سوف تجد الكثير من الأشياء التي تفيدك قم بالإطلاع عليها يعني من تغيير صورة مصغرة حس في فيديو إذا كنت مبتدئ بطبيعة الحال سوف تجد كل شيء في هذه القناة يعني هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نلتقي في موضوع آخر مع دري حمل الشروحات أو دري تيكنو سلام